يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول الوضع الإنساني في أوكرانيا بناء على طلب من فرنسا والمكسيك ذكرت المصادر أن الجلسة ستناقش تقريرا مقدما من ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية بشأن الوضع في أوكرانيا يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء مفاوض السامي لحقوق الإنسان فالكر تورك زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام برفقة موظف بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الأوضاع الإنسانية هناك